تحدي آخر للسلطات الجزائرية في مواجهة فيروس كورونا الذي بدأ يأخذ أبعاد واسعة بعد تسجيل حالات إصابة جديدة في العديد من الدول عبر العالم حيث بدأت الجزائر إجراءاتها من خلال نقاط العبور كالموانئ والمطارات الدولية بتثبيت أجهزة حرارية وفحص المسافرين كما قررت السلطات الجزائرية الاثنين الماضي تأجيل جميع الرحلات القادمة من الصين هذا وتم أيضا تخصيص جناح عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية في الجزائر لتكفل بأي حالة مرتقبة لمصابين بالفيروس كما قام وزير واصح عبد الرحمن بن بوزيد بمعينة نظام المراقبة الوبائية المطبق على مستوى مطار هواري بومديان وأكذا مصلحة مستشفى القطار المتخصصة في الأمراض المعدية أما بالنسبة للجالية الجزائرية المتواجدة في وهان الصينية بؤرة تفشي المرض البالغ عددهم 36 أغلبهم من الطلبة فقد قررت السلطات الجزائرية تخصيص رحلات لإجلائهم وإخضاعهم بعد ذلك لمراقبة طبية للتأكد من عدم نقلهم للفيروس